خمس نقاط أول أمر يجب أن تقرأ القرآن قراءة متأنية صحيحة يعني مش معقولة أنه أنت اللي الحين ما تعرف تقرأ كتاب الله عز وجل بطريقة صحيحة وتطمح أنك أنت تكون متدبر يعني لازم يكون عندك هم شاغل أني أنا أتعلم قراءة القرآن بطريقة صحيحة متأنية مو شرط أنك تحفظ كامل القرآن بس شرط أنك أنت تقرأ القرآن بطريقة صحيحة التعلم أساسيات التجويد معلش إخواني وخواتي كل من يسمعني ابذل لكي تتعلم التجويد التجويد جداً سهل مخارج حروف حلوة بسرعة أنك تتعلمها نحن نقط ألاف الدنانير على دورات تنمية ذات مدري إيش يا أخي قط شوية على كتاب الله عز وجل وغالب أصل الدورات التجويد والتعلم بلاش سبحان الله مع ذلك تشوف أنت في تقصير كبير جداً في قضية يعني تعلم قراءة القرآن بطريقة صحيحة فأول خطوة قلنا قراءة القرآن بطريقة صحيحة متأنية الشيء الثاني افهم معاني الكلمات شفت المصحف هذا اللي فيه بالهامش معاني غريب المفردات ترى جميل جميل جداً أنك أنت تفهم والقمري إذا اتسق تفهم وألقت ما فيها وتخلت سجى غسق الصمد تفهم معاني المفردات هذا الحين الشيء الثاني فأنت لما تكون فهم معاني غريب المفردات وانت قعد تقرأ رح يصير عندك فهم شمولي جيد للصفحة اللي انت قعد تقرأها من كتاب الله عز وجل الأمر الثالث أنك تقرأ كتاب تفسير مختصر وإذا يبون نصيحتي أنا من أكثر الكتب اللي أحبه في التفسير كتاب الشيخ أبو بكر الجزائري أيصر التفاصير أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا وإياه وإياكم بالفردوس العالمي الجنة هذا الرجل العالم سبحانه رأيته طبعا اليوم أيام ما كنت أدرس في المدينة وجهه مليان نور الله يسكن الفردوس العالمي الجنة تشوفه تذكر الله رجل نحسبه الله عجل حسيبه صالح وألف كتاب اسمه أيصر التفاصير موجود حتى بيديف طبعا فيه المختصر في التفسير فيه تفسير الشيخ السعدي كلهم يعني شيء راقي بالنسبة لي أنا ميولي الشخصية أيصر التفاصير شوف يمكن بوسمية لأني درست مع الديني وكان مقرر علينا أيصر التفاصير فيه ارتباط روحي روحي مثل ما أنت قلت أمزين أحبه يا أخي سبحان الله وبعدين ترى شعور أنا استغربت سبحان الله هذا موجود بكل طلبة مع الديني كلهم يحبون أيصر التفاصير وهو سهل يبين لك معاني المفردات اللي قبل شوية ذكرناها ويشرح لك الآيات شدي بشكل هداية الآيات جميل وبعدين نحطك فوائد الآيات هذه الخطوة الثالثة الخطوة الرابعة الله الارتقاء مع القرآن أبيك أبيك شوية يعني اديش معاي شي فهم هذا الأمر الحين أنا قرأت تفسير مختصر زين وفهمت معاني المفردات وفهمت معاني هداية الآيات الحين أبي أرتقي بفهمي أتعلم شيء من العربية أي شيء متعلق بكتاب الله جل جلاله يصير هذا همي أي شيء في علوم بلاغة القرآن تدبر ناس غيري شون الناس تدبروا هذه الآية شون اللي حاولوا يستنبطون منها طبعا في كتب كثيرة جدا في مثل هذا المعنى أول مرة أتدبروا القرآن في كتاب تدبرات قرآنية أجزاء حتى منه تدبرات الناس فتتشوف شون هو استنتج هذه الفكرة أنت حين مو بس قاعد تقرأ تفسير قاعد تتعمق أكثر قاعد ترتقي في فهم معاني الجمل في فهم معاني الآيات والغوص فيها هني رح تأتيك ملكة التدبر رح تشوف سبحان الله وانت تقرأ الله يفتح لك الله جل جلاله فتح من عنده في معنى موجود التفسير قذف الله عز وجل في قلبك الأمر الخامس هو سؤال الله جل جلاله الذي بيده مفاتيح التدبر ومعرفة كنه الآيات وإشراقاتها وإضاءاتها أن الله جل جلال يفتح لقلبك فهم القرآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر